دي نتعامل باحترام ونحط مصلحة ولادنا قبل أي حاجة كل ده حنتكلم فيه مع دكتر هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية زيك يا دكتر أهلا بيجي حبدأ مع حضرتك بسؤال لو أب وأم وعايشين في البيت والدنيا طبيعية جدا بس بنتخانق زي أي زوجين إيه المسموح أن الولاد يعرفوه عن مشاكلنا؟ مش كتير يعني هو عادي جدا أن احنا بنختلف وده اللي مفروض يعرفوه ولكن إزاي أنا بحل مشكلتي مع جوزية؟ ده اللي هم بيتعلموه مني وبعد كده بقول لهم إحنا القاعدة إن إحنا بنحب بعض القاعدة إن إحنا عايزين نعيش مع بعض ودي أسرتنا دايما نقول فكرة دي أسرتنا ده بيتنا عمري ما أقول ما نزعلانا من باباك أصله كذا أصله كذا بعد ما الخناءة تخلص أو بعد ما الخناءة تخلص أروح أطلع عمي في ابني أو بنتي أقوم إيه بقى عشان أنكل بيه وهو بيصعب عليه ولادة أم زعاقة فيهم ده غير مقبول وأنتي بتدمري ولادك اللي أنت تعبنة فيهم وصلنا النتيجة إن إحنا مش نفعين سواء بالعقل أو بالمشاكل والخناء لسه حنتكلم عنهم بعد كده بس خدنا قرار الطلاق يوصل للولاد إزاي؟ أين كان بقى عمرهم قد دايب؟ بصي الوضوح قبل ما نكلم الولاد يعني إيه؟ أنا عايزة أعرف الولاد دول حيعيشوا فين؟ حيفضلوا في مدرسهم ولا حيقولك لأنا ما قدرش بقى ننقلهم مدرس تانية؟ حيعيشوا مع الأسرة الممتدة اللي هي الجدود ولا لأ؟ حتشوفهم كل قد إيه؟ حتبقى علاقتنا شكلها إيه بعد كده؟ يعني إحنا مرنا واضحة قبل ما نعود مع الولاد بعد كده بنعود إحنا اللي اتنين مع بعض أهم حاجة نأكدوا الولاد إن هما من ههمش زنب لأن الطفل في بداية الطلاق بيجرم نفسه بزبط أنا عملت حاجة غلط فأهلي تطلقوا بمعنى أنا عايزة كتتخيلي أسرة في مرحلة ما قابل الطلاق الأول الولاد بيمروا بإيه؟ بقى نفكر سوا بيمروا بالأهل بيتخنقوا في ناس جات اتدخلت الأب ساب البيت ساعات الأم اللي بتسيب البيت إحساس بعدم الأمان وهذه كتخيلي بيتنا مسنودة على عمودين كبار ومرة واحدة عمودين دول بيترجوا الطفل يحس بعدم الأمان أكيد السقف هيقع عليه طبعا بعد كده الأب ساب البيت أو الأم ساب البيت هو مش فاهم حاجة رح نفترض لبيت الأهل رح لبيت الأهل مين بيتكلم مع الأم؟ الجد الجد ده هو سامع ده كله في الباكراوند مهما نقول إن هم مستمعين لا بيسمعوا لا سامعين وشايفين كل حاجة الأب يعاد ياخده من تحت البيت ما بيطلعش يروح لمنته فتبتدي الأسرة التانية لما الطفل بيوصل بتفكرها إن قاملناها لله سابتك هي كانت تطول ويبتدي الأحاديث شغالة طبعا فالطفل بيسمع نقد الأم في هذا البيت وبيسمع نقد الأب في البيت ده طبعا المثل العليا بتتكسر قدامه وإحنا مش واخدين بالنا هو دلوقتي مش فاهم إيه اللي حصل فإحنا لو ما قعدناش الأعدة دي هو لا فاهم هيعيش فين شوفين اللي خوف والرعب اللي هو فيه ولا فاهم هيطلقوا ولا لأ ولا فاهم هيفضل في المدرسة ولا لأ ولا فاهم حاجة ويا ترى أنا عملت إيه عشان نوصل للمرحلة دي فالخوف أو الإحساس بيجي للطفل وعدم الأمان نمرة اتنين إحساس أنه مرفوض غير مقبول نمرة تلاتة غضب غضب شديد وأنتم بتعملوا كده ليه أنا بتعباش معنى صحابي أهلهم كويسين أنتو ليه بتتخنقوا سوا أكي نمرة يفقد ثقته في نفسه يفقد ثقته في الآخرين ويفقد ثقته في العالم فإحنا بنعمل جروح في ولادنا لما بناخد قرار الطلاق بالطريقة الغلط أحيانا بيبقى طرف من الولاد ماشي أنتو تطلقتوا بس أنا فاكر أن بابا ضرب ماما فأنا قافل منه ماما اتصلحت معنا نفسيا وعندها استعدادة منه يشوفنا هو عايز يشوفني وبيصرف بس أنا رفضه لأني مش قادر أنسى طفل ده محتاج تدخل نفسي محتاج حد يساعده أنه يشفى من التجربة اللي مار بيها ولا الأب أو الأم ممكن يصلحوا ده حسب تأثيره هل وصل لو حاجة مرة واحدة غير حاجة متكررة لو خطة غير علقة يعني لازم نبص لحجم الصدمة لأنه بيبقى عندهم اضطراب ما بعد الصدمة اضطراب ما بعد الصدمة عنده اكتئاب عنده قلق ده محتاج طبيب نفسي متخصص ولكن لو هو في دراسته كويس بينام كويس بيأكل كويس معقول جدا بس مش عايز بابا مش عايز تشوفه فده قرار هو واخده بعلمه باباك كويس خد قرار غلط انه ضربني ولكن هو في نهاي باباك فإحنا مش حنبقى فريق ضد بابا مش حرد عليه انه هو ضربني انه أنا حرمه من ابنه ليه؟ فيه أم تيجي تقولي ده ما بيصرفش يبقى ما يشوفش ولاده أقولها لأ لأن انت بتعقبي الطفل انه يجبر ما يحسش ان له أب مش بتعقبي الراجل نفسه مش بتعقبيه لأن الراجل عند قدرة ينسى حينسى ويتجاوز ويخلف تاني وخلاص لكن لما الأب يبقى ابنه معاه مش حيهون عليه ما يصرفش عليه مش حيهون عليه انه هو ينساه في حالة في وسط اللقاءات اللي أنا عملتها حكت انها بعد سنين جواز وعشرة فجأة الزوك خان وقرر انه يتجوز أنا وأنا بعمل معها اللقاء بص يا دكتور أنا فصلت أنا ما بقيتش أنا المزيعة اللي قاعدة أنا حسبت نفسي كأم سألتها سؤال انا فاكرة كويس قلت لها ولدك فين؟ قلت لي عادي علاقتهم بابون كويس ده بيروخوا يزروه ظلمها وخد فلوسها وخد شقاها اللي محاوشا يعني ظلمها بالتلاتة زي ما احنا بنقول وسبها الولاد بيروخوا يزوروا باباهم في البيت وشايفين ان مراتهم الجديدة دي يعني صحبتهم وعادي أستسنها أصغر فأنا تهارت وهي بتتكلم يعني جات لي كده أهرة حسيت ان أنا بقى الواحد يربي ويكبر ويعمل وزيك لما الزوجة بتبقى طالعة متخانة مأهورة مسرقة في فلوس متبهدلة إحساسي برضو ان ولادي تصلحوا مع الأب بغض النظر عن اللي هو عمله حتحسسي ان أنا مش كنتش بربيهم بنا في الهواء كل مجودي ده روح في الهواء بص يا حاجبتي سعاد احنا لازم نشتغل بالإحسان ولا تنسوا الفضلة بينكم يعني الإحسان أن أحسن إلى من أساء إليه ودي مرحلة عالية جدا من التفاعل ما بين البشر أنا بتعامل مع الراجل ده بالإحسان أنا لي يا رب وحيكرمني في ولادي وحيكرمني في الحياة الدنيا وفي الآخرة والبركة هتحل على صحتي وعلى تربية ولادي وعلى حياتي وعلى سعاتي وعلى رحبالي الشخص ده غلط بس مش معنى كده أنه أسوق أبحث في الدنيا يمكن الحبة اللي بيدهم لهم أحسن ما فيش حبة العطاء والحب والحنان والإدمام والحاجات دي ويمكن يراجع نفسه لما يلاقيني أنا تعملت بالإحسان في بعضة رجالة بترجع تراجع نفسها وبتعتذر وبترجع فلوس أو كده عمتا لما بتتعاملي بالإحسان بتوصلي للرضا وما جزاء الإحسان إلا الإحسان إحسان ربك إليك أفضل من أي حاجة وأفضل منه ما تستنيش منه هو استني من ربنا الصحة وفرحتك بأحفادك وفرحتك بولادك حاجات كتيرة قوي ممكن تفرحي بيها لو أنت تعملت بمرحلة أرقى وانطلع حتة حقي هاخد حقي أنا عايزة انتقم أنا عايزة أدفعه التمن لأن دي اللي بتخلي الناس تاخد قرارات كتيرة غلط زي موضوع خطف الأطفال مثلا أكيد أنا عايزة انتقم منها فهاخد ولادها وأقنع نفسي بكده عن طريق إيه أصل هي ما تستهلش أصل هي ما بتعرفش تربي أصل هي أم غير صالحة دي كلمات سمعتها في عياتي وبيبرر لنفسه خطف الأولاد وحرمان الأولاد من أمهم أو هي بتعمل نفسه ودايما لما حد بيجي لي بقوله نذر تحرم أطفال من أمهم أو تحرمي راجل من أولاده سواء لو الطفل مخطوف أو حتى لو فيه علاقة طيبة وبيروح وييجي مع الأب والأم أحيانا بتلاقي الجدود الجداد يعودوا يقولوا مثلا للطفل ده انت مامتك دي عملت وسوت وطبعها أو العكس ده انت باباك ده كذا وكذا وكذا وتلاقي فيه اتهامات رايحة من الجدود عشان محروقين على أولادهم برضو بتطلع كده بأسلوب من جير ما يركزوا حتى ده أثروا إيه على الولاد ده يأثر على الولاد إزاي؟ حيلخبط لهم المثل الأعلى حيدور على مثل أعلى له أممت ولا بابا وبعدين بنوقع الأثورتي اللي سلطة بتاعة الأب أو الأم مش هيطلع له كبير انت عارفة ساعات واحدة تيجي تقولك إيه أصل جوزي ملوش كبير ما بيحترمش بابا لو ما قدرش أروح أشتكي لبابا وقل له يا عنكل من فضلك جوزي بيعمل فما توقيش المثل العليا في نقطة بقى بره موضوع الحلقة تمامة بس مش قادرة هيك قلتيها بصراحة مش قادرة عديها جوزي ملوش كبير اللي تبقى في خطوبة من البداية وتفرج علينا بالصدفة كده واخد بالها أن جوزها أو خطبها ده ملوش كبير أكمل في الجوازة دي لأن فيه رجالة تفتخر بكده قل لك أنا كلامي من دماغي فيش حد ولا أبويا ولا أمي ولا حد يقدر يخليني غير رأي لا لا لأنه هو حكم من أهلي وحكم من أهليها ففين الحكم اللي من أهلي؟ ولا غطرف لغطرف نمرة اتنين هل هو بيلجأ مثلا للإنجيل أو للقرآن يعني إحنا بنرجع للدين لربنا بقى فده يفصل بنا الدين لكن لا دين ولا حد كبير يفكره يبقى ما ينفعش بشكرك على وجودك معينا يا دكتور برسي جدا أنا اللي بشكركم الولاد مش لازم يبقوا طرف في أي خناقة بين الأب والأم ومش لازم يتخذوا بزنب حاجة ما لهمش دعوا بيها والمفروض إنهم يورسوا أجمل ما فينا مش أسوأ ما فينا والطبيعي إن احنا نأمن لهم مستقبلهم مش نضيعهم ونضيع مستقبلهم وحتى لو انفصلنا وحتى لو كنا سايبين بعض وإحنا مش طايقين بعض ولادنا يستهلوا إننا نيجي على نفسنا ونتعامل مع بعض بموادة واحترار ووحدة وحدة الوقت أكيد حينسينا كل حاجة وحشة حصلت ما بيننا نشوفكم على خير في حلقة جديدة